بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قدت لحضراتكم أجابوا عن ذلك بستة أقوال رقم واحد قالوا أما قولكم إن الله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول واستقرار ودوام وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء وأرواح المؤمنين الشهداء في البرزق في الجنة وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به في يوم القيامة فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد رقم اثنين قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها لم توجد في جنة آدم عليه السلام من العري والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها هذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها فإننا في ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبوي الثقلين ما حكاه الله سبحانه وتعالى من ذلك ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها فلا تنافن بين الأمرين رقم ثلاثة وأما قولكم إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة فدل على أن تلك الجنة دار تكليف لا دار خلود فجوابه من وجهين الوجه الأول أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة كيف وقد أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت البارحة الجنة فرأيت مرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن أنت الحديث وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة بل هذا هو الواقع فإن من فيها الآن مؤتمر بأوامر من قبل ربهم عز وجل لا يتعدونها سواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسم أما الوجه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا عليهم في شجرة واحدة من جملة أشجارها إما واحدة بالعين أو بالنوع وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في دار الخلد كما أن كل واحد محبور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بكونها ليست دار تكليف امتناع وقول مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل عليه وإن أردتم أن تكاريف الدنيا منتفية عنها فهو حق ولكن لا يدل عليه مطلوبكم رقم أربعة أما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم فإنما ينفي النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يمتون وأما قبل ذلك فلا رقم خمسة أما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء فالعمر الله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم وتلك التعسفات لدخول الجنة صعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها منصف ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الإبتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان وقد أكبر الله تعالى عن الشياطين أنهم كانوا قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون من السماء مقاعد للسماء فيستمعون الشيء من الوحي وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه مع قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو فلا تناف بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط فهذا محتمل والله أعلم رقم ستة وأما استدالكم بأن الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام مقدار أجله وما ذكرتم من الحديث وتقرير الأدلة منه فجوابه أن إعلامه بذلك لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة وأما إخباره سبحانه وتعالى أن داخلها لا يموت وأنه لا يخرج منها فهذا يوم القيامة وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك ولكن من أين لكم أنه كامل خلقه فيها وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ألقاه على باب الجنة أربعين صباحا فجعل إبليس يطوف به ويقول لأمر ما خلقت فلما راه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك فقال لئن سلط عليه لأهلكته ولئن سلط علي لأعصي أنه مع أن قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض البقرة 31 إلى 33 يدل على أنه كان معهم في السماء حيث أنبأهم بتلك الأسماء وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك ولو كان خلقه قد كمل في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه وتعالى إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض فقد أصعد المسيح صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة وقد أصرها ببدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماء فهذا جواب القائلين بأنها جنة الخلد لمنازعيهم والله أعلم نلتقي بعد الفاصل مع شبه من زعماء أن جنة الخلد لم تخلق بعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالعمل والاشتراك في القناة